السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و احنا اثناء ما احنا بنعمل برسنتيشن ممكن ايه فيك تراح نحدي يحرك عمود و حاجة زي كده احنا بفضل ان احنا بنعمل برسنتيشن بأي برانج برامج الفيوور او الرؤية مش بالبرامج الاصلية عساسة بتبقى خفف فالنفسوركس بقى محاية الخفيفة طيب فانا ممكن مثلا ايه اقترح عليه ان احنا ننلحدي فبعد ما عملت سيليكت هروح هنا لا يجب ان انا احتمال اتا اداء اسمه موف هو بيقول له هرك هقول له ماشي يعني انت عايز امسلا بالشكل دوت العمود ده هنا فيقول له اه مثلا طب بما يفكر انه يعمل اسكيل ليه فهقول له ماشي تعايز نعمل اسكيل بالشكل دوت ونبدأ نعمل اسكيل هو لا اتا عايز يعمل روتيت فهقول له مفيش ايه مشكلة خالص اهه ونبدأ نعمل روتيت للعمود نبدأ نرف العمود بالشكل ده فإحنا كده عملنا الأعدادات اللي احنا محتاجينها بحيث ان احنا بعد كانوا بنطبقها وبعد كانوا في البرنامج نبدأ منهلاحة الموف والروتيت والسكيل والحاج ده كلها واخر حاجة لو انت عايز تقول له ريسيت ترنسفورم ده هيرجل عمود لشكله الأصلي عادي خلص كل الأعدادات اللي احنا نعملها هنا دي مش بتأثر على الشغل بتاعنا ولا بتأثر على المشروع ده مجرد بس رؤية الحاجة ولما تخلص تقول له ورجحها في المكان بتاعها